يعاني البعض من أمراض صحية بسبب السمنة المفرطة والبعض الأخر تشكل السمنة خطر على حياتهم مثل مرضى القلب والسكري وأيضاً تعرضهم أحياناً لارتفاع خطير في ضغط الدم والخطر التعرض لذبحة صدرية أو جلطة دماغية وتكون حياتهم معتمدة على فقدانهم الوزن الزايد والتخلص من تلك الدهون عندها يرشحهم الأطباء لعملية التكميل نضم لي هنا بالاستوديو على خصائية خصائية تغذية لأخت مشاعر الشاية أحياك الأختي مشاعر أحياك الله يعطيك العافية أهلاً وسهلاً فيك أتحياتي لك ولجميع المشاهدين أحياك الله 35% من السعوديين عندهم مشكلة بالسمنة النسبة هذه الصحيحة قليلة أو مرتفعة؟ والله قد تكون أعلى أعلى ممكن تكون أعلى على حسب الإحصائيات ولازالت المشكلة عزيزة أنها في ازدياد يعني ما فيه كنترول لم يستطيعوا حتى عالمياً دولياً أنه يوقفوا النسبة في ازدياد في أغلب الدول أنه النسبة قاعدة تزيد ولكن اللي يهمني بلادي بصراحة عندنا مشكلة الآن صاير عندنا موضة أنه أغيرك لكم يوم صايرها موضة صحيح أنا أريد أن أعرف أنه إحنا قاعدين اللي نسوي هذا موضة ولا هو صحيح وقاعدين نشتغل كويس في البدء اسمح لي أوجه شكري الجزيل لمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بصراحة اهتمامه ودعمه للمركز العالمي لجراحات السمنة في مدينة ملك سعود الطبية وثانياً لأن تجديده للمدير التنفيذي الدكتور هيثم الفلاح وألف مبروكه هنا على تجديده أنه صار مدير تنفيذي مرة هو هيثم الفلاح أنت تكونين لأنه هو أيضاً في السمنة شغال في هذا الجانب هو مدير المركز طيب أنا أفغل أعرف الآن وش اللي قاعد يصير عندنا في البلد اللي قاعد يصير عندنا في البلد زي ما أنت حكيت السمنة صارت تأذي ناس كثير تأذيهم في العمود الفقري تأذيهم في السكر في الضغط فهي أيضاً مو بس مؤذية للصحة اقتصادياً مؤذية أيضاً لأنها تكلفنا مليارات علاج للسكر علاج للضغط علاج للكلة كلها نتفاداها في سبيل أنه نخفض الوزن أختي مشاعر خلينا بس ندخل بموضوع صح السمنة سبب في كل هالأمراض وأكتر كمان أكتر طيب في ناس ما نصحاتهم طيبة وماشي أمورهم شو مشكلة في كثير من الناس أساساً ما تعمل تحليل روتينية وفي كثير ما تلجأ للمستشفات إلا بعد ما مرة يصير وضعها سيئ جداً حتى أنه في حالات نصنفها إجرالها العملية أولاً يعني أرجنت تكون لازم على طول يعملها ليش؟ أنه يصير في مضاعفات أكثر؟ زي ما أنت حكيت في المقدمة أنه حتى النفس إحنا أحياناً تؤجل العملية بسبب هذا النفس يعني المريض هو يجي مسكين ما يكون متفاهم أنه أنا وزني زايد كثير ليه ما تجرالي على طول؟ أنا وزني مثلاً 160 مو زي اللي 112 فهذا شيء عائق للعملية والبنج الكل يعرف يعني طبياً فإحنا نحتاج هذا اللي يميز المركز في البداية أن نأخذ فترة نحضره للعملية طيب لما نتكلم عن السمنة نتكلم على أطفال عندهم مشاكل وكبار ومراهقين من الأخطر؟ لما يكون واحد كبير وسمين؟ يعتمد أو لما يكون طفل صغير وبدأ السمنة من الآن؟ نحن نحضر هذه الشغلات بالتعاون مع وزارة الصحة على أساس أننا نجري كثير من الترتيبات إن كان في المدارس أو نعمل لهم ويبسايت خاص فيهم عشان يأخذوا المعلومات الصحة للأطفال ليس لأطفال طلاب المدارس بشكل عام كمان في مراكز صحية راح يحط فيها زي مراكز سمنة مصغرة وأنا من ضمن الحمد لله الناس اللي أخذوهم كاستشارة إيش اللي أشياء اللي راح نقدمها فيها المراكز طيب فإحنا راح نبدأ من هذا الشيء وش المراكز هذه الآن هذه أنا ما أقدر أفيدك فيها لأنها تابعة لو وزارة الصحة هي اللي لسه تحت الإجراء إذا بدأينا نبدأ صغار في المدارس طبعا نحن ولا نروح للكبار نقول عدلوا وضعكم لأنه ترى أنتم مستقبل أن عماركم بتكبر وبصير عندكم مشاكل كبيرة بالنسبة للكبار إذا هم أساسا خلاص وصل لمرحلة أنه عنده كتلة الجسم عالية خلاص أنه لازم أن يعمل جراحة في حال وصل لأمور مشاكل زي السكر حتى لو بد يأخذ منظم سكر أيوه لا مرة ما راح يتوقف على هذا الشيء راح يزيد أسوأ فإحنا لو نجري العملية مثلا هي حل جدري للسكر فهو خلاص ما عد يحتاج للعلاج طيب العمليات اللي قاعدة تجرى الآن قص معدة تدبيس أسماء مسميات كثيرة جدا بس تخوف يعني في نتائجة حين تكون سلبية الصحيح أنا زيك أنا سمعت أثناء وجودي في بريطانيا قبل ما أجي أنه في مشاكل وأشياء كثيرة لكن لما انضميت الحسن الحظ لهذا المركز هذا المركز عالمي إيش معنى عالمي؟ يعني معتمد عنده شهادات أكثر من شهادة عالمية والحمد لله الطباء اللي فيه متخصصين وعالميين كمان حاصلين على شهادات فهم يختارون العملية بناء على وضع المريض وصحته أنتوا لأنكم ما تأخذون دراهم فأموركم طيبة المراكز يتأخذ فلوس شغالة بالون أنا أتكلم عن إحنا أنا فاهم فاهم الجهات الموجودة الحكومية ما منها خوف الخوف دائما من الجهات الخاصة التي قاعدت تشتغلها الموضوع ببقالة صاير والله يشوف أنا ما أقدر يعني أتحدث عن جانب البرايفة أو مستشفية أخرى أنا أقدر أحكي لك عن مكان عملي بما أنه يعني بدم وضمير زي ما أنت حكيت هذا مركز ما لأي مصرح نسبة الفشل كم دائما؟ أنا أبغاء إجمالاً مش عندكم بالمركز إجمالاً أنا ما أقدر برضو هذه لست مخاولة أني أحكيها ما أخفي عندكم بلي تشوفينه؟ بصراحة على العمل اللي أنا أشوفه يعني تكاد تكون أقل من واحد في المئة أقل من واحد في المئة؟ تكاد تكون وتعتمد دائماً على نفس اللي سوى العملية أنه هو شغال كويس بعد العملية نحن بما أنه مركز عالمي نحن عندنا بروتوكول نمشي عليه قبل إجراء العملية نشتغل على المريض نشتغل عليه على أساس نجي ونعمله تحاليل نشوف بالضبط هذا وش اللي عنده مرتفعاً خفضاً جهزاً للعملية كمان نعمل على أساسنا خصية تغذية تصغير للكبد على أساس إجراء العملية هو بالمنظار فلما يجي الدكتور يعملها يكون أقل خطور على المريض يعني الكبد لما تكون صغيرة يوصلون للمعدة بأسهل طريقة أسهل عن طريق حميات مقننة وعلى الوزن وعلى الطول فهذه قبل العملية الاهتمام يبدأ وما بعد العملية مو المسألة أنه عملية جراحية زي ما حضرتك تفضلت قص معدى وانتهى الموضوع ما بعد العملية الشغل يبدأ أنه راح نتابعه هناك أساس من أكثر ترى بعد هذا الكلام نحن نتابع مدى الحياة في البداية راح تكون متابعات مكثفة مع أخصائي التغذية ومع الدكاترة كمان بس أخصائي التغذية اللي هو أنا راح يكون يتفادى النقص يتفادى مثلا أنه يكون عنده فيتامينات تنقص البروتين ينقص ما يحصل مستقبل الترهولات ذي اللي كنا نسمع عنها ويكون فيها أذى نفسي للمريض المرات الأخرى راح أجيب استضيف مرضاي وراح تشوفون إن شاء الله طيب الآن إذا جينا قلنا على طريق الترهولات اللي تصير أحيانا وقاعدين نسمع عنها أنه جلد يطيح يعني يكون يد كان حجمها كبير بعدين صغر فصار فيه جلد طايح صحيح صار ما يستطيع يلبس ملابس هذه موجودة كانت هذه كانت كانت سابقا ولكن بإمكانكم المشاهدين يدخلون اليوتيوب يتفرجون على فعاليات وطن بلا بدانا يشوفون المرضى لايف حقين مدينة الملك سعود وهذا المركز بالذات لأنه إحنا باستمرار أوجه شكري للمدير التنفيذة المدينة الملك سعود الطبية الدكتور هيتم الفلاح باستمرار أنه ابتعث لبرة الفرنسا وبريطانيا ونترحهم فرنسا وبريطانيا لأكبر مراكز التجميل أكبر مراكز عفوا اللي هي جراحات سمنة ونأتي بالجديد يعني إحنا مركز حكومي صح بس إحنا محظوظين يعني إحنا الهدف طيب في الأخير إذا خدتوا دورات في المراكز هذه وش الأشياء الإيجابية التي ترجعون فيها تطبق زي ما حضرتك قلت مثلا قبل سنوات كانوا المرضى يأتون بعد سنة خسر وزن ولكن عندها هذا نفسي من الترهولات اللي عندها يحتاجون بعضهم العمليات الجراحية ولكن الآن قبل فترة اللي هو قبل أمس بالتحديد مريض وزنه 160 خسر وزنه وصل للوزن المعدل الطبيعي 70 أتى للمركز الكل يتعجب البشرة مشدودة الجسم مشدود ما يحتاج حتى العملية جراحية لكن خلال السنة هذه متابعة كاملة ما نتركها أبدا مؤذي جدا أنه في نساء كان عندهم المشاكل هذه الفترة الماضية صحيح وهذا الآن الكلام اللي تقولين الآن مبشر جدا الحمد لله يعني بيصير عندكم زحمة بكرة والله يعينكم نحن دائما عندنا زحمة بس عادي هذا يعني ما علي للوطن يستاهل طيب أنا بسألك الآن اللي يجون أكثر دائما في السمنة نساء أو رجال والله بوث الكل بس دائما نسبة السمنة في النساء أكثر في النساء أكثر اي ولكن عاداتنا الغذائية مهي ما شي صح يعني ناكل بعد 12 والله شي اي مصد كلامك صح بس أنا صراحة يعني مستبشرة خير وقلتها قبل كذا في قناة الاقتصادية أنا غبت عن البلد سنوات أربع لما رجعت لا لقيت فيه وعي فيه وطني ولقيت فيه نوادي ولقيت النساء يمشون والرجال يمشون لا فيه الحمد لله وعي أكثر تغير كمان احنا رح نقيم احنا باستمرار نقيم ورش عمل في نفس المجينة بس أنا أسأل أنه صحيح أنه احنا عندنا يعني عادات غذائية غلط صحيح بس لازم متى وقت الأكل يعني آخر وقت أقول أوقف معدك يفضل أنه يعني الوجبة تكون قبل النوم أقل شيء أربع إلى ست ساعات يعني ما ينفع العشاء هذا اللي هم نايت إيتنغ هذا خطر موزي ولكن احنا عندنا دايما نعطي ترع ورش عمل ونعطي تثقيف إن كان للناس إن كان للأطباع أو طاقم التمريض الأسبوع القادم فيه رح يكون عندنا مؤتمر عالمي يقام لأول مرة عن عمليات جديدة سوف تعمل تصغير المعدة الجزئي تحويل المسار الجزئي بس قبل النوم بربع ساعات الواحد ما يأكل أو ست الشباب زعين عليك لا لازم يتعود على العموما يخليني يدعوهم يحضرون للمؤتمر يحضرون بس أنت الآن قاعدة تسدي نفسه مرة ساعات عشان نعلمهم كيف والطريقة لأنه هذا رح يكون عالميين كلهم اللي يلقون فيه رح يقنعونهم بوجهة النظر هذه وأنا من ضمن اللي رح يلقون هو كلام صحيح ومن زمان نسمع هذا الكلام أنه قابل النوم بساعتين بثلاث ساعات لأتاكل لازم لكن في الشتاء الواحد ما يقدر في الشتاء ينام بدري برضو وليش يجلس لوقت متأخر يعني يصلي العشاء وينام طيب احنا شاكي لكم مقدرين اختي مشاعر الشاية شكرا جزيلا لك على هالنصائح أقدر نوه بشغلة فضلك في عندنا كمان المؤتمر رح يكون الأحد والأثنين اللي حاب يحضر إن كان بالسلك الطبية أو غيره رح يستفيد كثير لأنهم هطباء عالميين ولأول مرة تجرى هذا المؤتمر يجرى ثاني حاجة رح يكون عندنا مستقبلا في شهر ثلاثة مارش السنة الجديدة وزارة الصحة الفرنسية مرسل دعوة لي رح يكون متحدثة هناك إن شاء الله أتمنى منكم الحضور الله يوفقك اختي مشاعر يعطيكم العافية ومدينة الملك سعود الطبية حظكم في مشاعر مسوقة شكرا لك لا يحتاجون تسويق شكرا لك الله يحضر شكرا لك الله أحبك حلينا وصحبا